كان فم مطالبات لمدة سنوات وليد الكسراوي بتعديل وتنقيح مشروع بتعديل وتنقيح قانون الشيك دون رصيد في تونس تمت المصادقة على التنقيح هذية أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد كما حكينا بعد أشهر كبيرة من المناقشات وسنوات من المطالبات وغيره التنقيح الجديد جرى في إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد اللي تقل قيمتو على خمس ألف دينار تحكي كذلك على الإتاحة المستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر تحكي على تشريعات جديدة تضمن لمتلقي الشيك وكذلك حامل الشيك أنه يضمن الحقوق متعوه اليوم الناس اللي عندها أحكام والناس اللي خرجت شيكات دون رصيد وحتى فما التجال يقول لك أنا عندي شيكات را ونخدم بهم عندي سنين وعندي شيكات لتلاثة سنين القدام أنا كقبلت الشيكات هذك كان على أساس القانون اللي قديم أنا اليوم شواء نعمل فما البنوك كذلك من جهة أخرى اللي يقولوا لك إحنا رأنا متضرين اليوم من القانون هذي خاصة نقطة الخامسة ألف دينار والسؤال هل هو قانون ذو أثر رجعي ولا لا معنى هالشيكات اللي خرجوا قبل أقل من خمسة ألف دينار بش تتحمل البنكة الفلوس هذية ولا لي يا أخويا أنا جبتك اليوم بش تفسر لنا وبحذينا زيدا الأخوة فمتفل كتيبة يبعثونا السؤالات متاحهم شوف موضوع الشيك سأول حاجة نشيرو لها وكونوا رأو الشيك فما الخلط وكونوا الشيك هو وسيلة دفع حينية أحنا في تونس وحتى في المجتمعات العربية الأخرى خاصة الجزائر مصر المغرب عنا بدعة نستعملوا في الشيك كوسيلة الضمان وكوسيلة دفع بالتقسيد في حين أنه آليات الدفع بالتقسيد فما الترات فما الكنديلة فما وسيلة أخرى مش معاش معمول بها لا مازال معمول بها لكن نحن نستعملوا في الشيك كوسيلة دفع يعني بالتقسيد هذا مخالف للقانون وهذا اللي يخلق هالمشاكل هذي كل نذكروا راو هالمراجعات اللي قاعدة تصير في التشريعات وفي القوانين رايما ينش كان في تونس رايصارت في العالم كل نذكروا وكونوا مثلا الفرنسا في فرنسا وقع أيضا مراجعة الأحكام بتاعهم المتعلقة بالشيكات وألغيت العقوبات السالبة للحرية معتش يعتبر الجريمة إلا باستثناء اللي عنده تحجير على الشيك الكرني بتاعه وعمد إلى موصلة يعني تخريشي كتقدم هذيك تصير فيه محاكمات وفيه يعني عقوبات سالبة للحرية ألمانيا مثلا تفرق ألمانيا المحكمة تشوف النواية هل السيد اللي يستعمل الشاك وما عندوش رسيد هل السعاء بش يتحيل وإلا قاعد يمر بصعوبات مالية حالة بحالة وهنا طبعا موقع إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتوجيه تهم التحيل إلى يعني قضايا تحيل معاش تتعلق بشيكات يعني الإنسان اللي يسيب فلوس عن قصد وصعابش يتحيل وقتها معاش يمشي العقوبات قوانين الشيكات يمشي العقوبات التحيل كان ده نفس الشي يشوفوا في النواية ومن بعد يفرزوا إلا كان يعاني من صعوبات مالية يشوفوا إجراءات يعني متع صلح يلقاوا حل إذا كان فما النواية طبعا للتحيل يمشيوا في العقوبات السجنية الدول الجوار مثلا جزائر المغرب ومصر وليبيا لليوم ما زالت العقوبات السجنية ما فماش تنقيحات كيف قانون تونس في المجلة يعني 411 قاعدوا يعتمدوا على التشريعات القديمة أحنا خذينا الموديل الإماراتي الموديل الإماراتي هذا جاء وقال نعم مراجعات ولكن قسم قسمتي المبالغ الأكثر من 2500 دولار والمبالغ اليقال من 2500 دولار اللي أكثر فيها عقوبات سجنية واليقال هذيك يشوفوا عملية يعني دخلوا المنظومة البنكية في العملية وشوفوا ديما يصبقوا الصلح أحنا في تونس ما خذيناش 2500 دولار خذينا السقف طع 5000 دينار حسب المقدرة الشرائية بحسب يعني تنقلكم من بعد خاطر باعتباره أنه التشريعات والناس اللي حطت التشريعات عملت أحصائيات ولقات أنه 83 بالمئة من القضايا المتعلقة بالشيكات هي في مبالغ أقل من 5 بالمئة من 5 ملايين هذا شنو اللي خلق خلقوا أنه أروقت المحاكمة معبية بالدوسيات اللي أقل من 5000 دينار يعني ال5000 دينار نجموا فيها حل فما نيس توقفت على الشيكات ب50 دينار مش ب5000 دينار صحيح 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 تصور أنت العدد القضايا بالألاف في تونس وقت اللي نحكيه على 83 بالمئة من القضايا هذوما نحكيه على مبالغ صغيرة أقل من ال5000 دينار هذا شنو اللي خلق تنقيحات هذية بالأساس تصير واللي خلق نحطه السقف متع ال5000 دينار وأنه ديما نسعه إلى الصلح خاطر رأو اللي انعكاسات متع الشيك بدون رسيد انعكاسات تمشي على الأفراد تمشي على المؤسس وقلوا أفراد رأو نحكيه على 114 ألف ملف أمام المحاكم نحكيه على 36620 قضية عام 2022-2023 نزيدك 2.9 مليار دينار هذي قيمة الأموال اللي موقعش خلاصها وهذي تمثل قيمة وهمية انعكاساتها خطيرة جدا خاصة بالتراكمات على عشر سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات يعني أرقام خيالية هالكتلة الوهمية هذي هي اللي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم في السنوات الأخيرة وهذاك عليش معالجة هالظاهرة هذي رأوا تداعيات ومباشرة على الاقتصاد الوطني ونعرفوا إذا كان التضخم زاد يعني المعيشة باش تزيد الأسعار باش ترتفع والبنك سنترال باش يعمل لاجيستومان بترفيع نسبة 6 أمام كله مربوط ببعضه وقت اللي اليوم هالشيك هذيه في نومين يعني مخرب للاقتصاد الوطني يلزم معالجته وربما في جزء منه تعتبر أنه القانون جديد نجمه نسميه معالجة للمشكل؟ هو معالجة عن بعض الأطراف ومشكل آخر لبعض الأطراف الأخرين لشكون ومشكل لشكون؟ معالجة ربما إلى هيكل الدولة باعتبار كما قلت المحاكم باش تنقص عليها الضغط شوية معالجة أيضا باعتبار وأنه العقوبات السالبة للحرية ما ترجعش حق الناس لأنه وقت اللي واحد باش تحطه في الحبس لاخد ما خلوسش في فلوسه في الفيناليته في الأخر ما رجعتش الأموال المستحقية في حين أنه ولو تعطيه فرصة في أنه يخرج وربما يعود يدور العجلة الاقتصادية المتاع وربما تكون عنده فرصة أنه يخلص. نسبة أنه يخلص أعلى ببرشة من النسبة ليسفر بالمياه يكيبدا في الحبس. في حين أنه بمختلف شريحهم مكونات يعني المجتمع الاقتصادي خاصة الحرافيين يعتمدوا بالأساس على الشيكات كوسيلة يعني للتقسيط وسيلة دفع بالتقسيط باعتبار وأنه الكمبيلة ما هيش سالبة للحرية وتوانسب كل صدق ما يخافوش من الكمبيلة باعتبار أنه أيضا فما ناس تسعى أنه تسايب كمبيلة من هنا وأرزقوا كل قيادة باسم ولاده باسم مرته وقت اللي تجيبش تعملوا العقلة ما تلقى له حتى ممتلكات وقتها يولي لانه عنده حتى قيمة الكمبيلة في حين أنه الشاك ديما وسيلة ردع والناس تخاف منه باعتبار أنه سالب للحرية اليوم هالحرافيين هذوما وقت اللي تولي العقوبة غير سالبة للحرية هذا مشكل كبير وقت اللي اليوم وقعت تجريم تونجيهم بعض للنقاط وقعت تغييرها اليوم الشاك معادش يعني وسيلة ردعية معنا ما عادش خوف خاص طنف المبالغ الأقل من خمس آلاف دينار وأيضا ولا يجرم أنك يعني تعطي شيك بدون رسيد يعني يجرم التقسيط الاعتماد يعني كتقسيط هذي بشي خلي الحرافيين معادش التجقل الشاك باعتبار أصبح يتجرب وقت هش بشي عم بشي بشي الكيمبيلة كيمبيلة متاخذلوش حقه دونك فما ديس فونكسيونمون في السيستام يكونوميك بشي سير وهذا مش المصلحة الحرافيين بشي عطل بشي عطل الاقتصاد التونسي دونك في الإيجابيات وفي السلبية واضح ناخو الكلمة من عندكم شكون أنا عندي شوية أصلا كي ربيتما وقالهم لصاحبي وزميلي بانكيه وسي صادق نوجال وتحية قالي هذي القانون تعشيكات جديد كينو بشي عمل معانتا أمان كغاني البنوك بشونقصوا اللي بريع فيه اللي بنيفيس تاهم والعضو المنافذين صحيح وقالي اللي نجم انتي ذكرتها الحكاية خطر تونسي يستعمل شيك كوم موين دو بيمون معانتا على بلجوك ترانش لي بشي قثر على فما حوان تودي سوسيت ايه مثلا باري اكزون تلاوش معانتا سميحانا بش مش نيشري مثلا حوائش بألف دينا انقسم معل تلسات شكت ايه ذا ما عدش موجود دونك اللي عليش مع حوانت خطر لحوانت بشكل كنا ما مهوشها عادش ضامن الشيك ماتش ضامن وممنوع ايهو ممنوع ايهو ممنوع ايهو ممنوع توانس الكل عايشين بذيك عايشين بذيك هل يمكنك أن تتفيد معها من أعطان نعم، نعم، نعم نعم، نعم صحيح أنها أقلت في عيل mendرسة ونحن نقوم بقية هالمنصة هذي ها يقولون عبال الفيو عبال الفيو وهم تاو لسيكتور بانكي يقولون نحن نشح ذري هذي 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 يخلق شوية مشاكل في لابلكاشن هو دو ان نار في عام تاو كل شيء تحتيسك مالول ديمال لديبء يسون تجور يفصل كيما يقولون بعد يمشي على دوحو يتحتيسك دونك دونك فولا هذي صحيح فما تخوفات مش مجيها هذي يدولي سمح. جاوب ولا نستنى. لله جاوب جاوب جاوبا ما بيسرعة وليد بش ندوروا الكل مع ناس كلها. وقت للقرار البرلمان صادق على القرار تنقيح هذي القانون الشيكات يوم اثنين قوت. القانون شقال؟ قال عنا ستة اشهر في انتظار انه البنك المركزي عمل المينصة. قبل الثنين فيفري يعني مش بالضرورة ثنين فيفري لا قبل الثنين فيفري لابس دوتون ستة اشهر. هذي بش تتعمل فيه المينصة هذي بش تلغي هالمشاكل. المينصة هذي بش عملها البنك المركزي. بالضبط. ويوليوا البنوك الكل عندهم اكسي لها. بالضبط. معني مش البنكة كل بنكة بش تخدم على روح عامل. لا 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 لا. فلا. اي. تحت رقابة البنك المركزي. هذي كيف شنو الاهم ثلاثة لقات. كيمة بالضبط كيتمشي بش تحل كونت في البنك. هاي هو راوكي في حط نمرو بطاق تاريف متاعك. يعرف انتي عندك كونت في بنكة اخرى ولا لا يعرف انتي عندك انتغ دكسيون دوشيكي ولا لا بش والي توا لك سي من نوع. المنصة هذي بش تولي تجاوب عليها الاسألة ذو ما هي شون ثلاثة نقاط اللوالة. اولا كيمة انتي بش تمشي تاخذ قرض. وقت لي تمشي للبنك متاعك بش عملو ديزيتو بش عملو دراسات بش يشوفوا قدرتك على رد هالدين هذي قداش ووقت هيعطيوك مثلا يشوفوا حسب السالير متاعك نجم يعطيك مئة مليون كيمة نجم ساليريك يوصلك كان ثلاثين مليون. حسب الدراسات هذية. اي. عندك حق في عشرة ورق في تلاثين ورقة. بل هذي. وكشيف خليك تبوهم الفوق هذي. كيمة الكرني بيدو. اي. كيمة الكرني بيدو. بش تولي تتحدد من البنك. حسب قدرتك. يعني وحسب ساليرك. بش يقول لك انا النجم نعطيك كرني كان مثلا في اربعين الدينار. عملو له مدة مثلا ستة اشهر. الفليديتين بتاع الكرني هذيك على ستة اشهر. وفت. وحدو كل ورقة المبلغة متاحة. قسمه قيمة القيمة الاجمالية بتاع الكرني. قد قد قد. اكزاكتهم مثلا خمسين الف دينار وهو في خمسين ورقة. كل ورقة فيها الف دينار. متنجمش تسيب شيء اكثر من الف دينار. ولكن خلى مجال للمستعمل انه يعمل موديفكاسيون يغير بعض الاوراق اللي موجودة في الكرني. مثلا ما يعملهمش كل الف دينار. يعمل مثلا ثلاثين ورقة بثمانية مية دينار. والباقي يعملهم الف ومئةين دينار. مثلا. يخلي له هامش تصرف خاصة انه بعض الحرافيين ساعتي يستحق المبلغ اكثر مثلا من الف ومئةين دينار او الف ومئة دينار. دونك خليلهم هالمودي في مليون. لا ما فاميش. كل دراسيات حسب الملف. كل ملف. كل ملف. كل ملف. كل ملف. الشيك الوحيد. اعلى اعلى. اعلى شيكي نجم يومي قد. لا ما فاميش. ما فاميش القانون هذا ما تحطش في. فاصل راجعت لكم لوت فيه دا معز والعميد. تفضلوا. وكل ويكاند خليك برانشي مع ليزاني بونغ. ديوان اف ام صوتكم. في البرمجة الشتوي على ديوان افام يستنى فيكم اقوى بروغرام. ابدأ صباحك مع صباح الخير تونس كل يوم. من الاثنين للجمعة من الستة للسبعة. تابع لي غاف مغور كل نهار من السبعة للتسعة ونص. الدنزير ماتينال مع ساعة سعيدة من التسعة ونص لنص نهار. ديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. النتيجة ما زالت واحد مقابل الصفر في مقابلة بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي بملعب. حمادي العآقر بي ارادس. موعز مزالنا نحكي على الشيك دون غسيد واحنا نحكي على الشيك دون غسيد. خمسين في الماية خمسين في الTS? خمسين. في المهمة اللي كما قال الرقم تلاتة وثمانية في ال wagon عدد للقضايا ولا الشيكات دون العسيد تحت lahمس الف دينار. اما خمسين في الماء منهم تحت الالف دينار. صحيح. صحيح. هم الناس اللي هي متبقة المتوسطة ولا متبقة ضعيف. معناها هذو مع بيت قاعدين يرقعوا في امورهم بالشيك بدون رسيد. صحيح. صحيح ولا لا. ولهنية كانت ذكر سماحك تحكينا في الموضوع اول مرة قلت انا اللي قلقني اللي عاملوا الشيك هدايا اما ما عادوش رجعوا القيمة تعال الكمبيالة. لهنية ظهر لي فما حاجة ناقصة اللي المسار تعالي رجع القيمة القانونية للكمبيالة بتوفير اهليات اخر اللي تنجي بترجع للقيمة التاحة كو سواء بالجارانتي. برشا حاجات كيف هادومة اللي احنا شدينا كي عبارة بالنسبة لي انا المسار غير مكتمل على خاطر من نجي مش نحي خمسين في المية طبقة المتوسطة والضعيفة. اللي قادة عايشة بالشيك صن بروفيزيون. وعايشة بالشيك اللي بتاع مية وخمسين ومئتيين. حتروي بدم عامل على الشهرية اللي مش تتصبرها. صح. هو اليوم ما عندوش خمسة مئة تالفة ما يعرف نهار خمسة في الشهر الجايين عندو الخمسة مئة تالفة. ويعرف اللي بتجيب بريمان. بعض مش تحبك على تلف شو وندوب الباية كل شي. باكل هنية شنوها كتير حات كولها رايك. وعضا. كيفاش نرجع ورجع قيمة القيمة الخاطر انا بالن قانون هزا بيدو رجع قيمة الكيمبيالة ما عندها حتى قيمة. انتي جودت على سؤرك. طميوني كتش قولك عندك دقيقة بارك الاجابة واللي تكسب. الاجابة المعظم المختصين ومعظم الحرافيين نداو انهم يقويوا في او يفعلوا قيمة الكيمبيالة. الكيمبيالة اليوم باعتبارها ما هيش حل. اليوم ينزمنا القوة الردعية او قوة العقوبات متاع الكيمبيالة ينزمها تطلع. ما فاماش يعني بكل صدق نحكي. ما فاماش جدوى من انك تغير قانون الشيكات وما تغيرش قانون الكيمبيالات. خاطر مرتبطة ببعضها. اليوم الحرافيين اذا ما عاش نجموا يعتمدوا على الشيكات. كوسيلة ضمان او كوسيلة التقسيد بش يلتجأ اوتوماتيك من الكيمبيالة. الكيمبيالة ما تجيبلوش حق. دونك اليوم يزم زادة تصير مراجعات الكيمبيالة. خاصة في العقوبات في مجال العقوبات. واضح. بي. لطفي ثم هدايا. شوف احنا نعرف اللي في الكلينيك خاصة وقتعرف المرض اكثر حاجة اللطف عليكم وعلينا وعلينا وعلي كيفة المست السماع اللي يسمعوا فينا. آآ الانسان يقول لي يجبد اللحم ويدفع صغير صغير ولا ام ولا ابوه كل شيء. ونعرفو احنا الجارانتية صح قبل الدنيا كل. احنا شك دو جارانتية ذاك كنا يطلبوه. ايه توا باش تهز فلوس ايذول يفوق الخمسة الاف دينار ممنوع عليك. ايه. وباش تعطي شيك ممنوع زادة عليك. ايه. ايشنو المفروض كيفاش يعمل واحد واحد وعائلته بشيه زمن اللي. الله يسي دي سؤال مهم جدا. هزايا من زمن النقاط اللي مزال الشاي جهة ايه. 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 وقبيلك يحكينا قلنا راون بعض المنصة كي بش تتعمل ويدخل حيز التنفيذ. فما بعض اللي دفعيونس بش يدهرون لنا. هذاك وقتها توتم معالجتهم في وقتها. لكن كلمه الف المية صحيح. حتى لليوم مازال ما فماش حدوات. ايه. 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 ما فماش شيك غارانتي. قانونيا توا بالقانون الجديد. حتى راو قبل حتى القانون ممنوع شيك غارانتي. فماش شيك ضمان هذا. هذيه بدعة تونسي. ما فماش شيك غارانتي. كيف كيف ما فم معك كل صحيح. راو اليوم حسب الطاقة يعني حسب قدرة التونسي. اه. بش يصرف قاعد يتصرف على حسب امكانياته. اليوم الشيك يعطيه مجال حي الزمن يبشير بحبيه الوقت. شهر شهرين ثلاثة او شهر. اليوم القانون هذي ضيق عليه. بيه. هو ده. توا القانون قاعد يتبدل. اما وضع التونسي ما هوش مش يتبدل. معنى وضع التونسي هذك هو. معنى مش قادر انه انه ما يستعملش الشيك وانه ما يخلصش. انا سؤالي اه. ما نعنش بسيط نحسه انا مش فهمته. لحقيقة. اه. اه. ولا بالحق. اه. مثلا كما قال سليم واحد يمشي يشري. مليو. مش يدفع على اربعة مرات. اه. اربعة شيكات. ينجم يدفعهم الاربعة شيك. يحطهم الاربعة شيكات. ميحطش فهم الدات. وكأنه هو كل شهر مش يعطيه. معناها هو البيع معناها المستفيد. مشيك. هو اللي مش يحط الدات. دونك. ما فهماش مشكلة. معنى ناجم. ايه. خاطر ايه. خاطر اقبل كانت الفهم على المشكلة. يلزم يحط الدات باش ما يصبهم لوش فرد نهاء. وقتها بش يولي عليها كاي ني ثيقة ولا كمبرومي بينهم. البيع والشري. انها وش نعطيك اربعة شيكات. وانتي تحط الدات باش ما يبداش محطوتي النفاص. هذا مخالف للقانون قبل ومخالف القانون تو. باعتباره انه حتى قبل روما فهماش الشيك ما هواش وسيلة دفع بالتقسيد. رو مخالف القانون. اما شو بل كانت الدولة مغمضعينيها على الممارسة هذي. هي الدولة مشتفيق بها. طوى بالمنصة هذي ما عاش نجم. ما عاش نجم ت اعتمد على تقسيد الشيكات. الشيك يزم ويدخل للمنصة. مباشرة يتم يعني آآ الكونتاكت مع البنك. البنك تعطيه كتقول لك هل فهم راسيد نعم او لا. انتي الى كان بش تعطي للسيد الشيك وما عندكش راسيد وطماتيك ما بش يربض الشيك مش بش يقبلو عليك بالقانون. انا ما ندخلوش. انا كشاري ما ندخلوش. سمحني. انا معناه كمستفيد بالشيك مش بش ندخلو في المنصة. انا شيكات مش نحطهم في في الكوفر. كل شهر. تلعب تحت القانون. لا بالحق لا هذا. اي 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 هو حق. احنا شوي خلوش نخرجو اخبار. اسأل نفس السؤال وليد كسراوي طيو يقولك. طيو يجيبك شو الامور كفاش شو تصير مباشرة. ما ينجمش يجيبك على سؤالك في المباشرة. ياهو دي. بالقانون لا. هي تحس اعطي شيكات راو. لا ما عديش انا كانت شيك. ما عديش وليد. هي نقطة على واحد يعطي في شيكات 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 شيكات. جي المحامي قالوا عطيت مر شيكات مش نشبه حبس. قالوا انا نخرجك منه. كف شيكات شيكات. سيد العميد. انا في كوكب اخر. والله انا عارفتك. خاصة من بالقاء عندي تلاثين عام ما عنديش كانت شيك. الحملية بسيطة. راي وشوف مشكرتنا شنية. هو تنظيم الحياة. يا اخي. جات لعودة المدرسية. تفاجأنا هكا. حبط. تعلينا فجأة تن. بش تعمل حاجة. جاتك فجأة تن. فما برشة طرق. اولا الساعة الكاش. عندك فلوس على قدر الكساية مدرجة. ما عنديش. عندي بطاقة البطاقة بنكية. نشري به. اللي عشاء اللي حكيوا عليهم اضوما. جات ما باللغة كبيرة. نمشي البنكة نعمل فيرمون بونكير. واضحة العملية. توه جات حاجة فوق منطقتي. بش ناخو طرق. بش نعمل قرض عند البنكة التاعي. ويخلص بالطريف على 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 امكانيتي. يعني ايش فيه العملية. ايجا ايجا نفهم. النقص الكبير. ايجا نفهمك. سيد العميد. سيد العميد. معم. رو انتي مكش تاجر. تبيع. مكش انتي انسان تبيع في الصيف. لا انا تاجر تاو. قاعد نخدم في مؤسسة كبيرة. نقبل ندفع نقبل شيكات اللي هي آنية في وقتها. والباقي كل كمبيلات. هاي بمؤسسة بنتكلم على مليارات. اسمعني. القانون قانون. يعلو ولا يعلو عليه. وزيد. منش معك سيد العميد. كيفاش? على خاطر فم عباد عديت عمرها تجارتها الكل. وصلح ليسي وليدك. سراوي. 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 سراوي تجارته الكل واقفة على الشيكات هذيك. فم فلاحة تتعامل بالشيكات وتستنم بعد. محصول. بعد المحصول بش نخلص. فما نسرا وفما دي مقاولين يقول لكينا بعد ما نبيع راني بش نخلص. استاذنا. استاذنا. هي موجودة. فريقة الخلاص موجودة. لكن تفعيلها وتقنينها غالط. هي الكنبيالة يزي بتكون عندها يعني الطاقة القانونية بش تتفعل وتعوض هذي كل مدامي قانونية بش جيب حق المواطن. هي موجودة. اما احنا في تونس تفهناها. صحيح. وعملنا فيها برشخ وزعبالات. وتحيلنا على هذا. واسمع التونسي يخدم مخو كان في الحكاية هذه. في الخبف. لو كان جينا نطبقه في القانون ما استحقوهش اشياء كدو غارانتية. ارانا نخدمه بالقانون وهنخدمه به. المفيد انه تكون امور مقاونة انا واضح.